بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الثالثة همزة الوصل في الأفعال ونحن نلاحظ أن همزة الوصل وقعت في الأفعال التالية أمر الفعل الثلاث كما في الفعل ذهب والأمر منه قال ذهب أنت وأخوك بآياتي فقرأنا قال ذهب بهذا الشكل وكذلك في فعل شكر نقول أني شكر لي ولوالديك فأمر الفعل الثلاثي همزته همزة وصل كما لاحظنا في قول نذهب واشكر اثنين ماضي الفعل الخماسي والسداسي كما في قوله تعالى بفعل انطلق فنقول فانطلقا بهذا الشكل هذا ماضي الفعل الخماسي فانطلقا فافترا وقس على ذلك وأما الفعل الماضي السداسي كما في قوله واستغفر ربه فهمزة استغفر السداسية همزة وصل كما شاهدنا ثلاثة أمر الفعل الخماسي والسداسي كما في قوله تعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب وكذلك واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك أربعة مصدر الفعل الخماسي والسداسي كما في قوله تعالى وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله فلاحظنا بكلمة افتراء على الله هي مصدر للفعل الخماسي افترى وكذلك في مصدر الفعل استغفر فنقرأ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده إذن وما كان استغفار هذه مواطن همزة الوصل في الأفعال أما ما عدا ذلك من الأفعال فهمزته قطع ولنعد إليها لنلاحظ ذلك بالنسبة للفعل الثلاثي قلنا إن همزة الوصل في أمره فقط أما ماضيه مثل أتى وأمر فهمزته قطع وكذلك بالنسبة لمصدره أمرا وقس على ذلك وأما ماضي الفعل الخماسي والسداسي ومصدرهما فنستثني من الفعل الخماسي والسداسي مضارع الفعل الخماسي فإن همزته همزة قطع وكذلك مضارع الفعل السداسي فتقول أنطلق أستغفر وقس على ذلك تبقى ملاحظة أخيرة وهي أن مصدر الفعل الخماسي والسداسي ألحقناه بالأفعال من باب التغليب وإلا فهو من الأسماء على الأرجح والله أعلم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر